بمناسبة الأحد العاشر بعد العنصرة ترأس قدس الإرشمدريت خريستوفوروس حداد في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بالصوفية قداساً إلهياً من خدمة الليتورجية الإلهية بمعاونة عدداً من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع من المؤمنين وفي عدد القداس قال الإرشمدريت حداد تحتفل الكنيسة بعيد التجلي الذي هو غاية كل مؤمناً ونحن نستعد لعيد رقاد والدة الإله سائرين على نهجها بالقداسة والطاعة والمحبة خصوصاً في هذه الأيام الصعبة التي تبعد الإنسان عن الله